أهلاً لكم ترى صحيفة لزيكو أن النموذج التنموي المغربي الذي ركز عليه الخطب الملكي الأخير يدخل مرحلة جديدة من التطور وأن الجهود المبذولة في هذا الإطار لا ينبغي أن تتوقف لانتزاع اعتراف دولي بنجاعة مخطط التنمية في البلد ويقول الكاتب أيضاً يجب أن نواصل العمل من أجل الالتحاق بنادي الدول الصاعدة والسنوات المقبلة كفيلة بتحديد هذا الأمر ومن المفترض أن تكون المرحلة القادمة حاسمة في الحفاظ على المكتسبات وتصحيح الخلل وجاء في هذا المقال الصادر بجريدة الاتحاد الاشتراكية دشنا رؤساء الجماعة المحلية فصلاً جديداً من مواجهتهم لمسودة مشروع الحكومة للقانون التنظيمي للجماعة كشفت مصادر الصحيفة أن وزراء حاليين وسابقين من مسؤولي الجماعية المغربية لرؤساء الجماعة المحلية التي عقدت مجلسها الإداري أول أمس السبت بالربط كانوا في طالعة منتقدي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية حيث اعتبر رئيس بلدية الفقه بن صالح والوزير في حكومة بن كيران الحالية المسودة بالمخيب للأمال وترجع للخلف وانتكاستنا أما يومية أجرد بيل مغوك فتخبرنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على معلومة دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية أوقفت شخصين من الموالين للتنظيم الإرهابي المعروف بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق كان على أهبة مغادرة التراب الوطني للالتحاق بمعسكرة هذا التنظيم الإرهابي تنشر الصحيفة ما تضمنه بلغ وزارة الداخلية فالمشتبه فيهما الذين تربطهما علاقة بمتطرفين أجانب خطط للاستفادة من تكوين عسكري وميدني في صفوف التنظيم في وفق نقل تجربته داخل أراضي المملكة نتحول إلى أخبار الجزائر تنشر الشروق دراسة حديثة أعدها أستاذ باحث تزامنا مع الموسم الدراسي المنتظر بناء على تحقيقات وتنقيحات لعدد من الكتب المدرسية في مختلف الأطوار التعليمية حيث أحصل باحث مئات الأخطاء اللغوية والمعرفية في الطور الابتدائي فقط يتعلق الأمر بالأستاذ عبد الكريم ماليزي وقد أكد للصحيفة أنه بعد عملية التدقيق والتنقيحة تبين وجود 1300 خطأ لغوي ومعرفية وحول مقتل اللاعب الكاميروني لشبيبة القبائل تكتب البلاد لا تزال الملاعب الجزائرية تحصد المزيد من الأرواح الأمر لم يعد يقتصر على الأنصار وبعض الحالات الشدة عند اللاعبين فما حصل بملعب تيزيوز أوقع الكرة الجزائرية في المحظور وكشف الكثير من العيوب التي كانت مخبأة من سوء تسير وصولا إلى عدم التعامل الجيد مع الأنصار الذين لا يزال العنف عندهم يحصد المزيد من الأرواح أمام سكون محير للهيئة الكروية الجزائرية وحتى وزارة الرياضة التي كانت تتغنى بقانون جديد لوقف تلك الظواهر وتصف الفجر الجزائرية ما حصل بالكارثة العظمى التي تهز البطولة تيزيوز بكت بحرقة كبيرة هدف البطولة الوطنية للموسم الماضي المهاجم الذي فرق الحياة بالمستشفى الجامعي بعدما فقد كمية كبيرة من الدماء بفعل نزيف حد تعرض له على مستوى رقبته تعلق الصحيفة الخبر نزل كالصاعقة رئيس الندي القبائل قال في اتصال بالفجر إن المهاجم الإفريقية وفية بعد أن تعرض للرشق من طرف الأنصار بعد نهاية المقابلة وتضيف وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيق معمق للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة اللاعب البغي بوسي وإلى مزيد من التصعيد تتجه الأزمة الليبية إلى تصعيد وحكومتين وبرلمانين هذا ما تؤكده الحياة اللندنية في تقريرها فقيادة تحالف الثوار المنضوية في طار عملية فجر ليبيا تدرس تشكيل حكومة منافسة التي يرأسها عبدالله ثني المدعوم من البرلمان المنتخب حديثا تطورة أعقبت بسط من تصفهم الصحيفة بالثوارة الذين يهيمنوا عليهم التيار الإسلامي بسط سيطرتهم على العاصمة الليبية ومطارها الدولية واجتيحهم مقر خصومهم الليبيراليين المتحالفين مع اللواء المتقاعد خليف حفتر وبخصوص القضية الفلسطينية تكتب القدس العربية في تطور مفاجئ يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غضون الأيام القليلة المقبلة طرحة مفاجأة ديبلوماسية لحل القضية تتضمن حلاً غير تقليدي عباس تحدث عن اعتزامه طرح هذه المفاجأة مباشرة على وزير الخارجية الأمريكي عند زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل صمود غزة يثير جنون إسرائيل حسب السفير اللبنانية نقرأ غداً تبلغ حرب الجرف الصامد على قطاع غزة يومها الخمسين في ظل خيبة وإحباط هائلين تظهر مشاهدهما في كل منحة في إسرائيل ولم يجد الاحتلال وممه سوى محاولة تشديد الضغط بقصف همجي يستهدف المدنيين أساساً للضغط على المقاومة للقبول بوقف اطلاق نار مريح لإسرائيل وتتبع الصحيفة بديهي أن الخيبة الإسرائيلية هائلة إذا أخذنا بالحسبان كلم وزير الدفاع مشيعلون بعد أيام قليلة من إعلان الحرب بأن على مستوطن غلف غزة العط على شفاههم والصبر لعدة أيام لكن الأيام غدت أسابيع وليس هناك في الأفق ما يحول دون دخولها في الأشهر موسيقى